عجبني طبعا فكرة انه احنا دلوقتي مرتاحين قوي ومطمنين انه الرجوع المعارين وصفقات الجديدة معالية الفريق كله يعني مثلا لما باجي تكلم انه لما يبقى فيه منافسة قوية في المراكز ديما بين اللعيبة ده بيبقى لصالح النادي الاهلي زي ما حضرتك بتقول بدر بنونو ايمن اشرف هياله مع بعض اكثر بده حافز لازم اينه في نفس المكان شايف انه شريف وكهربا مثلا قريب شوية او لما يندمجوا اكتر وينسجموا اكتر مع بعض يبقوا ثنائي هجومي خطير جدا في النادي الاهلي اكيد اكيد بس هو مركز شريف هو بيلعب راس حربة وراس حربة اماس جدا بتحرك وعنده استفاد بتاعت المهاجم محطة كويسة بيلعب عجون كويس جدا بيوصل بيعمل استيست مع زمينه هو مش مهاجم تسع صريح ومع ذلك هو لا ساعد بيلعب فروت صريح ما هو الوقت المرة هو ما كانتش موجود فبيلعب شريف ساعد بيلعب فروت لما بينزل بتحركات حسب اتجاه الكرة وحسب اتجاه اللعب هو بيروح في المساحات